مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية لصف الثالث متوسط المنهج الجديد درسنا اليوم اليونت الثاني الدرس السادس هذا الدرس يحتوي على قطعة وزارية مهمة جدا اللي هي قطعة لوسي أو النيو تيفي كوميدي المسرحية الكوميدية أو قطعة سمارة البعض يسميها أي أن كانت تسميتها هذه قطعة قطعة وزارية مهمة جدا بالامتحان الوزاري كانت بالمنهج السابق موجودة ولا زالت بالمنهج الحالي فأدنا هواي معلومات رح نطلعها من عدها نحاول سجلون هاي ملاحظات بالدفتر وتحفظوها لأنها مهمة جدا بالامتحان التحريري قبل أن نبدأ بالدرسات نسترى الاشتراك بقناة اليوتيوب بيجي الفيسبوك رستاد طاعسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الثالث متوسط نبدأ بالدرس يونت 2 لسن 6 يونت الثانية الدرس السادس أنوان الدرس تيفي كوميدي مسرحية كوميدية أو عرض تلفزيوني كوميدي بالفقرة الأولى يقول لك هذا مجازين أورتكل انظر إلى مقال الجريدة أو المجلة ما هو نوع العرض المسرحي أو العرض التلفزيوني تعتقد باعتقادك أنت يتحدث عنه مبدعياً هو منطيني ستار مجازين اسم المجلة مجلة النجم سكول جيرل نيو تيفي كوميدي عنوان الخبر أو عنوان المقال فتاة مدرسية في عرض تلفزيوني مضحك جديد 16 years old take the main part هل ستركزوا يا أيا وبلشوا تطلع المعلومات أولاً 16 years old فتاة بعمر 16 سنة takes the main part تلعب الدور الرئيسي بهذا العرض المسرحي أو العرض التلفزيوني wonderful رائع very very funny جداً جداً مضحك fantastic مذهل Lucy Fisher هذا الاسم مر علينا بالدرس السابق Lucy Fisher البنية اللي مثلت بالعرض التلفزيوني المضحك شي يقول لي يقول لي هذا سأبلش نحفظ المعلومات أولاً البنية اللي مثلت بهاي المسرحية اسمها Lucy Fisher شقد عمرها؟ عمرها 16 سنة إذن إذا سألني بالامتحان قال لي How old is Lucy أو How old is Lucy Fisher شقد عمر Lucy؟ تقول لي 16 years old 16 سنة talks to star magazine تتحدث إلى جريدة النجم أو مجلة النجم about her part in the new TV comedy عن دورها هاي كلمة كلش مهمة هاي راح تفيدنا part معناها الدور about her part عن دورها in the new TV comedy في المسرحية أو العرض التلفزيوني المضحك the battery family اسم المسرحية هاي جداً مهمة حاولوا تحفظوها شا اسمها؟ the battery family عائلة البدري إذن عرفنا اسم المسرحية؟ من اللي يمثل بالمسرحية Lucy Fisher شقد عمر Lucy Fisher 16 سنة والمسرحية تعتبر comedy نبدأ بقراءة القطعة شا تقول؟ هنا هي تتحدث تقول in this comedy في هذه العرض الكوميدي I play سمارة نانا play معناها تلعب دور سمارة طلاب ركزوا يا نانا الشخصية الحقيقية اسمها الحقيقي اسمها Lucy ميزولي بين Lucy هي البنية اللي عمرها 16 سنة هذه Lucy راح تشار كتب مسرحية مضحكة أو مسلسل مضحك اسمها بهذا المسلسل سمارة إذن اسمها بالحقيقة Lucy اسمها بالمسلسل سمارة لازم نميز بين هاي وهذا النهي التسميتين أو هالي اسمين يقول لي The daughter in a traditional family هسه بلشت تحتي عن هاي البنية سمارة أو دور سمارة بالمسرحية شنو قصة سمارة بالمسرحية تقول I play سمارة أنا علعب دور سمارة A daughter in a traditional family فتاة أو ابنة في عائلة تقليدية عائلة بسيطة I live with my mother شوفوا انتبه هنا هنا تقول أنا أسكن مع أمي من هي اللي تسكن مع أمها انتبهوا هنا أنا بعد ماذا تتحتي عن Lucy الشخصية الحقيقية ماذا تتحتي عن شخصياتها الحقيقية وإنما تتحتي عن دورها بالمسرحية إذن سمارة تعيش مع أمها father أبوها and younger brother وأخوها الأصغر My brother is very clumsy أخي جدا طائش هاي الكلمة جدا 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 مهمة كلمسي معناها طائش هسا أولا إذا سأني بالامتحان قل لي who does Samara live with مع من تعيش سمارة تقول له تجد تعدد له تقول له she lives with her mother تعيش مع أمها father أبوها and younger brother وأخوها الأصغر هسا هاي المعلومة الأولى حفظناها My brother is very clumsy أخي بالمسرحية أخو سمارة بالمسرحية جدا طائش very clumsy and always having silly accidents ودائما ما يعمل حوادل سخيفة يسوي شغلات سخيفة in the first episode بالحلقة الأولى episode معناها الحلقة بالحلقة الأولى he accidentally put salt instead of sugar هذا المعلومة جدا مهمة وكل شواء تتكرر الوزاري هو بالحلقة الأولى كيف سوى put شنه معنى put معناها وضع احنا أخذنا بالدرس السابق أو بالدرس السابق الماضي البسيط put بالمضارع يضع الماضي مالتها نفسيته يبقى put وكذلك بالتصريف الثالث هذا من الفعال الشاذ اللي ما تتغير قالت he put أو he accidentally put هو وضع salt in الملح instead of sugar بدلا من السكر in my mother's tea في شاي أمي and it tasted awful وبدأ طعمه قبيح جدا حسا إذا سألتك قلت لك what did Samara's brother put in the mother's tea ماذا وضع أخو سامارة في شاي الأم شو تقول لي تقول لي he put salt وضع salt تريد تكمل he put salt instead of sugar وضع الملح بدلا من السكر in my mother's tea أو in her mother's tea في شاي الأم and it tasted awful وبدأ طعمه قبيح جدا هاي الكلمة كلش مهمة كذلك حاولوا تحفظوها in every episode في كل حلقة he trips over يتعثر a lot كثيرا and drop things ويسقط الأشياء دائما يمشوا يوقع الشغلات I really enjoyed filming the latest episode هاي كلش مهمة استمتعت من هي اللي تتحتي بعتبارها لوسي لوسي تقول أنا استمتعت بتصوير filming بتصوير the latest episode بالحلقة الفائتة because we go away as a family on a holiday ليش استمتعت انتبهوا لهنا من الممكن نقول why did Lucy enjoy filming the latest episode لماذا لوسي استمتعت بتصوير الحلقة الفائتة تقول because they go away as a family on holiday لأنهم ذهبوا في عطلة كعائلة هذي السبب الاستمتاع أو من الممكن نجيب ليها بطريقة ثانية شي يقول لي يقول لي مثلا how did Lucy feel about filming the latest episode كيف شعرت عن تصوير الحلقة الفائتة تقول لي she enjoyed filming it استمتعت بتصوير الحلقة الفائتة أنا نمازل عن السبب قال لي شنو شعور لوسي لما بالحلقة الفائتة تقول لي she enjoyed it استمتعت بتصويرها we stay in a fancy hotel بقينا في فندق أو مكثنا في فندق فخم with a swimming pool بحوض سباحة هذا الفندق بحوض سباحة and my brother falls in the pool شوفوا هنا طلاب fall يسقط وأخي هذا أخوها اللي قلنا عنه كلمسي طائش وأخي falls in the pool في الحوض with all his clothes on بجميع ملابسه he gets sucked وتبلل بالطبع إذن من الممكن كذلك يسألني where did they stay أين مكثوا تقول لي in a fancy hotel where did the brother fall أين سقط الأخ تقول لي he fall in the pool سقط في الحوض طلاب بعض الأحيان شي يقول لي يجيب لي بالامتحان الوزاري بطريقة ذكية يقول لي Lucy's brother fell in the pool أخو لوسي سقط في الحوض صح لو خطأ أغلب الطلاب يقعون بثنانا بالخطأ ويقولوا نعم صحيح أخو لوسي هو اللي وقع بالحوض لكن بالحقيقة هي ماذا تحكي عن أخوها بالحقيقة؟ ماذا تحكي عن أخو لوسي؟ لا تحكي عن سمارة وأخو سمارة وعائلة سمارة يعني عن الشخصية اللي بالمسلسل فهنا لما هو يقول لي أخو لوسي هو اللي وقع بالحوض لا مو أخو لوسي وإنما أخو سمارة هاي اللي بنية اللي داخل هذي المسلسل الكوميدي he gets soaked تبلل later that day وفي وقت لاحظ من ذاك اليوم he spells his drink هاي الكلمة كلش مهمة spells سكبة الدرينك العصير at lunch على الغداء and then slips in the puddle سكبة العصير و slips زلقة شوف سكبة slips تزحلقة أو تزلقة in the puddle في البركة next week في الأسبوع المقبل we are filming an episode سوف نصور حلقة episode حلقة where my brother put حيث أخي يضع شي يضع عنه cleaning fluid هاي كلش مهمة cleaning fluid مسحوق تنظيف on his hair على شعره instead of hair gel بدلا من جل الشعر and his hair turns green وشعره يتحول إلى اللون الأخضر is going to be so funny وسوف يكون الأمر مضحك جدا هذا ما يخص القطعة الآن بعد ما تعرفنا على القطعة تعرفنا على شخصيات الأحداث مع القصة الآن ننتقل للأسئلة أولا موجودة تبتمرين رقم واحد صفحة 32 من كتاب النشاط وثانيا رح نأخذ إلى أسئلة الوزارية للأسئلات السابقة عن هذه القطعة لأنها موجودة كانت في المنهج السابق وكذلك استمرت في المنهج الحالي بس سؤال الأول شي كلي يقول لي what is the name of the girl Lucy plays انتبهوا لطلابها كلش مهمة ما هو اسم الفتاة التي لعبت دورها لوسي اتفقنا احنا أن لوسي هي اسمها الحقيقي اسمها بالمسلسل شا اسمها اسمها سمارة فأنا رح نقول لي شنا اسمها بالمسلسل أقول له سمارة لوسي لعبت دور سمارة what is Samara's brother like شوف هنا انا شي يقول لي يقول لي اخو سمارة انتبهوا اخو سمارة بالمسلسل يعني اخو سمارة بالمسلسل كيف يبدو شنو صفاتها احنا قلنا صفاتها الوحيدة كلامسي شنو كلامسي طاعش what was in their mother's tea ماذا كان هناك في شاي الأم شنو اللي خلوه بشاي الأم أو هو الأخوهم اش خلوه بشاي الأم شنو حط بالشاي قلنا وضع السولت شنو سولت الملح تقدرون تكملون instead of sugar بدلا من السكر what does Lucy say ماذا قالت لوسي about filming the latest episode عن تصوير الحلقة الفائتة اش قالت عنها قالت أنا استنتعت بتصوير الحلقة الفائتة لأنني أو لأننا ذهبنا كعائلة في عطلة فأقول she enjoyed filming it استمتعت بتصوير الحلقة الفائتة how did Samara's brother get wet كيف تبلل أخو سمارة get wet نفسيتها get soaked هو بالقطعة قالت get soaked كيف تبلل أخو سمارة قلنا شون تبلل وقع بالحوض مع السباحة فأقول he falls in the pool أو he fell in the pool وسقط في الحوض what did Samara's brother spell at lunch ماذا سكب أخو سمارة على الغداء تقول لي سكب العصير درينك أقول his a drink هذا ما يخص هذا التمرين تمرين رقم واحد هذا التمرين تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري من الممكن أن تجيني أحد هذه الأسرة بامتحان الشهر الثاني بامتحان نصف السنة أو حتى بالامتحان الوزاري الآن ننتقل للأسرة الوزارية للسنوات السابقة السؤال الأول يقول what does Lucy play in the TV comedy ماذا لعبت Lucy أو ما الدور الذي لعبته Lucy في المسرحية الكوميدية ذكرنا أن Lucy لعبت دور ابنية اسمها شنو سمارة فأقول Lucy play Samara أو تقدرون تختصرها تقول فقط سمارة بعد what is the name of the girl Lucy plays ناسي الفكرة ما هو اسم الفتاة التي لعبت دورها Lucy نفس الجواب مع السؤال السابق سمارة أو تقولون بس سمارة استاذ ليش لعدة تكرر بالأسئلة هنا أنا مودا أكرر لك بالأسئلة طلاب وإنما هذا جايب إلى 2021 دور أول تشوفوا غيرين بعض الكلمات what does Lucy play in the TV comedy ناناش قال لي what is the name of the girl Lucy plays يعني مجرد الصيغة تتغير نفس السؤال لكن دي يغير بالكلمات ودي يجيبها بمختلف السنوات فأنا داركز لك أو دانطيب كل الصيغة الممكنة على ما تقدر تدرب نفسك عليها بعد how old is Lucy اش قد أمر لوسي هذه بسيطة جدا قلنا عمرها 16 سنة أقول she is 16 years old بعد who takes the main part in the TV comedy شوف هنا أنا طلاب هنا أنا يقول لي من لعب الدور الرئيسي في المسرحية الكوميدية هنا أنا مدى يسألني عن اسمها بداخل المسرحية وأنه ما يسألني عن اسمها الحقيقي من هو اللي مثل دور سمارة لوسي فهنا أنا أقول له Lucy takes the main part اللي بعدها how is Samara's brother كيف هو أخو سمارة نفس السؤال اللي صادفنا قبل شوية بس قبل شوية يجعل لي what is Samara's brother like كيف يبدو يعني يقول لي هو السمارة's brother كيف هو أخو سمارة مجرد الكلمات تغيرها هو السمارة's brother كيف هو أخو سمارة قلنا clumsy طائش very clumsy who does Samara live with مع من تعيش سمارة ذكرنا أنه سمارة تعيش مع father ابوها mother and younger brother وأخوها الأصغر اللي هو قلنا عنك clumsy Samara lives with her mother father and younger brother شوف هنا أنا نجار لك خط يعني تقدر تكون أو يكون جوابك من بس هذا مختصر her mother father and younger brother بدون ما تقول Samara lives with فعلى موضي يكون جوابك مختصر أو الحفظة يكون عليك أسهل ودد Samara's brother put in his mother's tea ماذا وضع الأخ في الشاي قلنا شن اللي خلى أخوهم بالشاي قلنا خلى salt الملح in a state of sugar بدلا من السكر فأقول salt in a state of sugar اللي بعدها where do they stay on holiday where معناها أين أين stay stay مكثوا أين مكثوا أين بقوا in the holiday في العطلة قلنا بالعطلة راحوا بنزهة ومكثوا في فندق فخم فأقول they stay in a fancy hotel في فندق فخم with a swimming pool بحوض السباحة هذا الفندق بحوض السباحة where does Samara's brother fall where معناها أين fall سقط أين سقط أخو سمارة قلنا سقط بالحوض وأقول له Samara's brother falls in the pool أو تقدرون فقط تقولون in the pool في الحوض اللي بعدها what does Samara's brother put in his hair ماذا وضعه أخو سمارة what's mother put in his hair هالمرة مو بتشاي هالمرة سألني قال لي ماذا وضعه على شعره تقول له على شعره وضع cleaning fluid مسحوق تنظيف حتى لو فقط تقولون cleaning fluid instead of hair جل بدلا من الجل ما الشعر why did the mother dislike the tea أخذنا كلمة dislike سابقا بالدروس السابقة معناها لم يعجب أو لم يحب لماذا الأم لم تحب الشاي لماذا لم أحبت الشاي قلنا لأن خلاله ملح فأقول له the mother disliked the tea because it tasted awful لأنه بدأ طعمه قبيح أو تقدر تقول because someone put salt instead of sugar لأن شخص ما وضع الملح بدلا من السكر Lucy's brother is very clumsy شوفنا أنا هذا الصح وخطأ Lucy's brother أخو Lucy قبل ما أكمل الجملة سؤال موجه لكم طلاب احنا جبنا طاري أخو Lucy كل اللي قلناه بالقطعة نحتي عن أخو سمارة وليس أخو Lucy إذن هنا نبدأ مجرد أنه قل لي أخو Lucy أنا كل شي ما أعرف عن أخو Lucy إذن هذا الكلام كله تدد قولها خطأ فخلني جنشوف باقي تكملة الجملة Lucy's brother is very clumsy أخو Lucy جدا طاعش هو أخو Lucy جدا طاعش لو أخو سمارة أخو سمارة قلنا هنا إنه هي بالقطعة تحتي عن دورها بالمسرحية متى تحتي عن حياة الحقيقية فإذن أقول له أخو سمارة هو اللي كلمسي طاعش اللي بعدها Lucy's brother نفس الفكرة ثمنا أخو Lucy fell in the pool وقع بالحوض أخو Lucy اللي وقع بالحوض لا أخو سمارة وليس أخو Lucy إذن أقول له فالس وهكذا اللي بعدها لوسي's father falls in the pool هالمرش قال لي قال لي أبو Lucy هو اللي وقع بالحوض إحنا مقلنا عائلة لوسي ما نعرف عنها أي شيء اللي نعرفها عن عائلة سمارة مو عائلة لوسي إذن أقول له false خطأ اللي بعدها سمارة's brother is very clumsy شوفوا هنا أنا بلش يقول كلام صحيح أخو سمارة كلام شنو كلام طاعش لحد الآن الكلام مضبوط أخو سمارة طاعش مو أخو Lucy and he always having ودائما ما يفعل أو يحظى فراغ شن اللي يسوي دائما هذا الشخص الطاعش يعمل silly accidents حواضر سخيفة شغلات سخيفة فأقول له silly accidents اللي بعدها In the first episode بالحلقة الأولى What did Samara's brother accidentally put What ماذا put وضع in the tea في الشاي شوفوا أنا داع أترجمة ثلاث كلمات أفهم الجملة كلها What ماذا put وضع tea شاي ماذا وضع في الشاي كنا salt الملح instead of sugar بدلا من السكر Samara's brother spill his drink at lunch أخو سمارة سكب العصير على الغداء and then ومن ثم بعدها هي فراغ شنو اللي صار وراها سكب العصير وتزحلق فأقول slips in the puddle تزحلق في البوركة اللي بعدها Lucy's played Samara and tragedy play شوفوا همنا هنا سؤال ذكي ومعظم الطلاب يوقعون به Lucy لعبة دور سمارة لحد الآن الكلام مضبوط هي Lucy لعبة دور سمارة بمسرحية بس هنا أنا شي يقول لي يقول لي tragedy play مسرحية حزينة ذكرنا بالقطعة أن المسرحية كانت comedy comedy معناها مضحكة وهنا لدي يقول لي حزينة إذن true أو false صح لو خطأ أكيد أقول لي false خطأ اللي بعدها هنا ملاحظة أنتبه على هذه الجملة التي جاءت مرتين في الامتحان الوزاري لكن شنو؟ بالسؤال الإسقاطات شوفوا بعض الأحيان أبو الوزاري شي يسوي بكتاب النشاط هو منطيكم كل شوية تمارين إسقاطات فأبو الوزاري دائما يركز على هذه الأسئلة الإسقاطات اللي موجودة بكتاب النشاط لكن بعض الأحيان شي يسوي يروح يجيب لك جملة جملتين إما من قطعة أو من قصة أو من محادثة فعلى سبيل المثال شوفوا هذه الجملة اللي جتني في 2017 دور ثاني إش قال؟ قال Lucy really enjoyed filming the latest for our لوسي استمتعت بتصوير الفراغ الفائتة because they go away as a family لأنهم ذهبوا في عطلة الكلمة المناسبة للفراغ منطينية بأعلى التمرين أو أعلى السؤال ويقول لي سقطي كلمات في الفراغات المناسبة هي استمتعت بتصوير الحلقة الفائتة فأقول لي episode بتصوير الحلقة الفائتة لأنهم ذهبوا في عطلة شوفوا جاب لي جملة من بين الأسطر فأغلب الطلاب ما يركزون أنه من الممكن أنه جمل القطة أو جمل القصص تجينا بسؤال متعلق بالإسقاطات مثل ما بهذه الجملة هذا ما يخص القطعة العسلة مالتها الوزاريات مالتها أعيدوا أكرر سجلوا كل ذن الوزاريات لأن لاحظوا شوفوا بعض الأسئلة شوفوا مثلا هذا السؤال جاي مرتين واي أسئلة تتكرر بالامتحان الوزاري أو مثل ما أخذنا بأول سؤالين نفس السؤال متكرر بطريقتين مختلفات هو نفس الجواب لكن السؤال مختلف يعني مجرد الصيغة متلاعب بها بالكلمات فسجلوا للأسئلة بالدفتر وحفظوها لأنها مهمة جدا بامتحان الشهر الثاني وامتحان نصف السنة وكذلك الامتحان الوزاري أما تمرين لقم الثنية يقول لي يقول لك أنا هاي الجمل جاي بلكيها من المقال مع لوسي اللي قرأيناه ببداية الدرس أو القطعة مع لوسي طابق بدايات الجمل منطيني بدايات الجمل والنهايات المناسبة إلها هذا التمرين تمرين وزاري مهم جدا 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 بالامتحان الوزاري بالامتحان الشهري بالامتحان نصف السنة إلى آخرهم أنا منطيني مثلا على اسم المثال يقول لي هنا لوسي تتحدث تقول استمتعت بتصوير الحلقة الفائتة شن تكملتها؟ ليش استمتعت بتصوير الحلقة الفائتة؟ لأنهم ذهبوا في كعائلة في العطلة إذن الجملة المناسبة إلها النهاية المناسبة إلها الأولى ب الحلقة الأولى وضع الملح بدلا من السكر في الشاي الخاص بأمي زين وراها شن اللي صار؟ خلى الملح وبدأ طعمه قبيح جدا أوفل فأقول وبدأ طعمه قبيح وصلها برقم خمسة أخي جدا طائش وراهش قالت أخي جدا طائش ودائما نسوي شغلات سخيفة حوادث سخيفة وأخي جدا طعمه قبيح جدا طعمه إذن أوصلها بالنقطة الرابعة اللي بعدها بقينا في فندق فخم بحوض سباحة وراهش قالت قالت بقينا في فندق فخم بحوض سباحة وأخي وقع بالحوض فإذن أقول له وأخي سقط في الحوض بجميع ملابسه أوصلها بالنقطة الرقم 2 وفي وقت لاحق من ذلك اليوم سكب عصيره على الغداء وصار ومن ثم تزحلق وتزحلق وتزحلق في البركة هذا ما يخص تمري رقم 2 هذا يجي كوين مثل ما هو بالسؤال الثالث فرابي على شكل توصيل وصل بدايات الجمل بالنهايات المناسبة إلها وزاري وركزولي عليها خصوصا بامتحان الشهر الثاني دائما المدرسين يركزون عليها تمري رقم 3 يقول لي complete the sentences أكبر الجمل التالية about Lucy's TV show with the present simple form of the verb in the box شوف هنا طلاب هذا التمرين بمطلبين أولا يقول لك ذن كلمات أسقطهم بالفراغات المناسبة هذا المطلب الأول والمطلب الثاني يقول لك لما تسقطهم أريدك شنو أريدك تصححها بالpresent simple بالمضارع البسيط خليس ألكم سؤال تتذكرون قاعة المضارع البسيط نعم أستاذ نتذكرها شو تقول تقول فاعل طبعا بس المثبثة فاعل زائدا أما فعل يحمل S أو فعل مجرد زائدا التكملة شوف هنا أنا أول شي خليجي نترجمهن b معناها يكون هذا ما لا معنى أصل أفعال الكينونة drop معناها يسقط يسقط يعني يوقع الشغلات fall معناها يسقط هو يوقع put معناها يضع slip معناها ينزلق أو يتزحلق spill معناها يسكب trip معناها يتعثر كده مات شوية متشابهة من ناحية المعنى شوف شي يقول لي هس بله أيفولي الجملة الأولى بعدين أقول لكم ليش نبدأ بالجملة الثانية أنا متذكركم ملاحظة معينة الجملة الثانية in the first episode بالحلقة الأولى my brother فراغ salt أخي فراغ الملح شن الكلمة المناسبة لهذا الفراغ مبدئيا مبدئيا وضع الملح في الشاي الخاص بأمي إذنش أقول الفعل المناسب شنوه put هس هذا المطلب الأول مثل ما طلب من عندي سقطت الكلمة بالفراغ المناسب المطلب الثاني قل لي ترى صحح لي حسب المضارع البسيط هذه الجمل هس انتبه لي الطلاب هاي فاصلة يعني الجملة الأولى انتهج بدين جملة جديدة my brother اش تعتبر استاذ تعتبر فاعل عاش تيدك زائدا فعل هذا الفاعل زائدا أما فعل يحمل اس أو فعل مجرد أسألكم إلكم طلاب my brother فاعل مفرد الفعل اللي يجي وراه فعل يحمل اس له مجرد قلنا أن الهي والشي والإتس أو الاسم المفرد يأخذ اس الشخص الثالث إذن الputs شكو خليلها puts my brother puts salt in my mother's tea أخي وضع الملح في الشاي الخاص بأمي طبعا استاذنا واحد من الطلاب يسأل يقول استاذ انت بكلامة باللغة العربية شو تقول يقول أخي وضع وضع فعل ماضي وهنا بتخليلي فعل مضارع تحس المعنى مخربط بعد شوية رح يمطيني ملاحظة يقول لي ترى احنا القصة نخبرها بالمضارع البسيط حتى وإن كانت هذه القصة حصلت في الماضي فهنا مجرد دا يوضح لي أنه الفعل لازم تصححها بالمضارع البسيط اللي بعدها my brother أخي فراغ things فراغ الأشياء شي سوي للأشياء يسقط الأشياء يوقع الشغلات إذن أقول لها drop بس أصححها فاعل my brother ياخد S لها مجرد ياخد S فأقول لها drops things أخي يسقط الأشياء and فراغ over ومن ثم فراغ لما يوقع الشغلات شي سوي يتعثر فأقول له trips over نفس الفكرة هم من المضارع بسيط الفاعل مفرد أخذ لي لازم تارث فأقول لها trips trips over معناها يتعثر my brother فراغ in the hotel pool أخي فراغ في حوض الهوتل الفندق شين الكلمة المناسبة للفراغ أكيد كلمة fall سقطة إذن أقول له fall وهمنا بما أن الفاعل مفرد أخذ لي لازم الشخص الثالث my brother falls in the pool then he فراغ ثم فراغ عصيرة سوى للعصير سكى بالعصير فأقول له spill وهمنا بما أنه مفرد أخذ لي لازم الشخص الثالث he spills his drink سكى بالعصير and فراغ وفراغ في البوركة شصار بي؟ تزحلق أو انزلق فأقول له slips in the pool نفس الفكرة هس استاذ قلت لنا جمنا الأولى تركوه بقى شوية نحلها هس أنت بقى طلاب تذكرون قلت لكم ملاحظة قلت لكم طبعا البوقت هي بس بي نسقطها وين نسقطها في هذا الفراغ my brother very clumsy فالبي لازم نخليها تذكرون شغلة قلت لكم إذا البي صادت فتني بجملة المضارع البسيط ما أخلي لها اس ولا أنزلها مجرد وإنما تتحول من يتذكر لي تتحول إلى شنو؟ تتحول إلى اس وار وام my brother مفرد يعني أقدر عاوض عنه بهي brother الاخ عاوض عنه بهي اللي هي تاخذ اس لوار لوام تاخذ اس وأقول له my brother is very clumsy هالمرة لما صخحتها حولتها إلى اس ما ضبت لها اس وقدت بيس هذا الشي خاطئ قلت لكم شرحنا بشكل مفصل المضارع البسيط أنه لما أنر تحول أو لما يصادفني الفعل بي بجملة المضارع البسيط يتحول إلى اس وار وام وبجملة الماضي البسيط يتحول إلى was وار هذا ما يخص هذا التمرين هذا التمرين بعض الشيء مهم لكن ما يجيك بهاي الطريقة يعني ما يقول لك مطلبين همين أتسقط و همين أتصحح وأنما يجيب لي الأفعال جاهزة مثلا هنا اس slips trips puts ويقول لك سقط الكلمة بالفراغ المناسب هذه الملاحظة الأولى يعني يجيب لي فقط أني أسقط ما أصحح ثانيا ما يجيب لي فراغين بجملة وحدة من المستحيل أن يجيب لي جملة بها فراغين دائما يحل فراغ وينطيني بجملة ثانية أو الكلمة الثانية لازم أن تتحلها ينطيني فراغ وينطيني الكلمة الثانية لازم أن تتحلها و هكذا دائما بالسؤال الإسقاطات ينطيني جملة بها فراغ واحد مو فراغين ننتقل إلى تمرير الرقم 4 شي يقول لي we often قبل شرقة لكم ملاحظة إذا انتبهتوا لها سأعيدها عليكم we often tell a story أو tell the story of a film or a book دائما ما نخبر قصة الفيلم قصة الكتاب and the present sample بالمضارع البسيط شوفوا نانا قلت لكم قبل شوية أترى ما قلت لي أو أشكرت علي قلت الأستاذ أنت شون تقول أو شون تستخدم المضارع البسيط في التعبير عن قصة حدثت في الماضي نانا ما يوضح لي هو but we can also tell from the past sample شوف هنا انا شي يقول لي يقول لي احنا نقدر نعبر عنها باستخدام المضارع البسيط وكذلك نقدر نعبر عنها باستخدام الماضي البسيط write the story from exercise 2 and the past sample شوف هنا انا شي يقول لي يقول لي تمري لقم 2 نرجع تمري لقم 2 هذا تمري لقم 2 تقريبا كل مفردات القصة أو كل جمل القصة بهذا تمري بعد ما وصلناها يقول لك هذه بيها بعض الجمل مثلا my brother is very clumsy هذه مضارع إذا تريد تحولها للماضي شى الصير فانا منطيق جمل بالمضارع we stay شوف هنا انا we stay فاعل وفعل مجرد هذا جمل بالمضارع فاذا تحولها للماضي أقول we stayed وهكذا هو ذا يقول لك يقول لك أنت الجمل الموجودة بتمرين رقم 2 write it اكتبها in the past sample بالماضي البسيط فانا هو منطيق لمثال Samara's brother was very clumsy هناك قلنا is very clumsy هنا نقول was very clumsy and always having شوف هنا انا كانت having هنا صارت had have اصبحت had وهكذا يقول لك مثل ما انا حولت جمل للماضي انت كذلك حول لذن الجمل للماضي هذا مجرد نشاط صفي للتدريب على موضوع المضارع البسيط والمضارع البسيط اللي اخذناهن بدروسي سابقا هذا ما يخص درسنا لهذا اليوم لاحظنا انه درس بسيط جدا ممتع جدا بقطعة جدا جدا مهمة بتمرين توصيل مهم وكذلك بيت سؤال اسقاطات من الممكن يجيك بالامتحان التحريري على شكل اسقاطات حاولي سجنوها ملاحظات بالدفتر وتحفظوها لانها مهمة جدا بامتحان الشهر الثاني وامتحان نصف السنة وكذلك الامتحان الوزاري ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو اي سؤالة وستشتارة وظائفة تحبون تقدموها تقدم تتواصلي على شبات المجددس في الفيديو في الوسط